الخيانة الزوجية أبا وجه اليوم الرسالة للطرف الخائن سواء الزوج أو الزوجة بس نخاطب الزوجة أكثر لأنه الأغلب ترى الخيانة الزوجية تسبب فجوة كبيرة بالعلاقة تسبب شرخ عاطفي ونفسي كبير في علاقتك مع زوجتك ترى ما راح تفك معاك بيوم وليلة ترى ها راح تحتاج وقت لذلك تذكر وخليك مصحصح لما تكلم امرأة أخرى أو تتجادب معاها أطراف الحديث أو تطلع معاها أنك قاعد تخرب شي عظيم اللي هو كيانك الأسري اللي هي أسرتك وعلاقتك بزوجتك ترى حتظل نقطة صودة بصفحتك مدى الحياة لأن أنت لما تتكلم تعيش مشاعر مؤقتة ولا راحة السكرة لا راحة السكرة جد الفكرة أنت حزتها مثل السكران مثل الإدمان ترى مثل ما ندمن حشيش وندمن مخدرات ترى العلاقات إدمان تخلي الواحد يدمنها يجي تسولف يجي شعور حلو بعد أنت بيتكرر الشعور مرة ثانية بعد أنت بيتكرر الشعور مرة ثالثة مع زوجتك تجي مواقف تزال الأقنعة تزعلهم من بعض يصير بئ بينكم تراكم مشاعر سلبية بعد أن ترجعون البعض لكن في العلاقات المحرمة وعلاقات خارج إطار الزواج لا تجي مشاعر ومشاعر إدمانية وتعلق لكنها مؤقتة تحت القناع هي مشاعر غير حقيقية أي علاقة في الظلام تعتبر مشاعرها غير حقيقية الشخص اللي قدامك مغلف ما أنت شايف منه إلا أجمل الكلمات وأجمل العبارات لكن مجرد ما ينزاع القناع تطلع المساوة لذلك العلاقة مع الزوجة فيها مواقف إيجابية ومواقف سلبية تحتاج صبر أما العلاقة اللي في الظلام هذه هروب وهذه ضعف فانتبه أو انتبهي ترى الخيانة تسبب شرخ كبير أنت تعيش أو أنت تعيشين مشاعر مؤقتة لكن أنت تخسر أو تخسرين شيء كبير كيان كبير اللي هو الكيان الأسري فلا تعيشون هذا الضعف لا تعيشون هذه المشاعر المؤقتة اللي ما لها أي هدف وتخسرون شيء أعظم وأولها علاقتكم بالله عز وجل الله يوفقكم لكل خير